بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا أيها الإخوة الأكارم قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بيان أصحاب الفروض وما يسقطهم قلنا بأن الجد له السدس أحيانا نقول ليس له شيء ويسقط وبأن الجدة لها السدس وأحيانا نقول ليس لها شيء وتسقط لماذا؟ في المثال الأول لوجود الأب فإذا وجد الأب ساقط الجد وإذا وجدت الأم ساقطت الجدة فهؤلاء لهم فروض ولكن يسقطون لوجود من يحجبهم بنت العبن أحيانا نقول لها النصف فرضا نقول لها النصف فرضا ولكن إذا وجد بنت قلنا لبنت العبن السدس وإذا وجد بنتين قلنا بنت العبن تسقط لأننا أعطينا البنات الثلثين وانتهى نصيب البنات وبنت العبن تسقط إلا إذا وجد معها أخوها فهو يعصيبها فهذا أيها الأحباب درسنا في هذه الليلة المباركة أناس لهم فروض ويسقطون لوجود ما يسقطهم أحيانا نقول الأم الأم ترث السدس وقد ترث الثلث وقد ترث ثلث الباقي في العمريتين وقد ترث بالتعصيب في مسألة الملاعنة وقد تسقط إذا كانت متسببة إذا كان فيها مانع من موانع الإرث إذا وجد مانع من موانع الإرث بالأم بالأب بالابن فإنكم يسقطون ومر بنا بأن الموانع ثلاثة ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عرلين ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين عب رقيق لا يرث عندنا أب وابن ابن ابن عم بالجد العاشر قالوا الأب به مانع والمانع الذي فيه أنه رقيق نقول لا يرث ومع أن الرقى الآن انتهى يعني ما عندنا رقيق الآن لأن الدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقاء لكن ابن تسبب في القتل ابن تسبب في قتل والده والأب هذا له ابن عم بالجد العاشر ومات من الذي يرثه ابن العم البعيد اللي في الجد العاشر والابن ليس له شيء لماذا؟ لوجود مانع من موانع الإرث الأب نسأل الله السلام أو العبن على غير دين الإسلام ومات الأب أو العبن فإن أباه أو ابنه لا يرث وذلك لاختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عرل ثلاث رق وقتل واختلاف دين عندنا أيها الأحباب أيضا الأم قلنا أحيانا نعطيها الثلث إذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وأحيانا نعطيها السدس إذا وجد الفرع الوارث أو وجد جمع من الإخوة وأحيانا نعطيها الثلث الباقي في المسألتين العمريتين في المسألتين الغراوين وهما زوج وأم وعب أو زوجة وأم وعب فهنا أصحاب فروض ولكن يسقطون ولا نعطيهم شيئا عندنا الأخوات الأخوات يري اثنى الثلثين إذا كنا اثنتين فأكثر جاءت أختاني وقال مات أخونا أو ماتت أختنا ونستحق الثلثين ننظر فنجد بنات أخذنا الثلثين أو نجد فرعا وارث بنت أخذت النصف أو نجد ابن ذكر فنقول يسقطنا ولا يأخذنا شيئا وهكذا فأحيانا يكون الشخص من أهل الفروض ولكن يوجد ما يسقطه فالجد نعطيه السدس مثلا أو ثلث الباقي أو ثلث أو سدس الكل له حالات الجد وهو أب الأب لكن إذا وجد أب الجد ليس له مجال وإذا وجد ابن فابن الأبن ليس له مجال وإذا وجد عم فابن العم ليس له مجال وهكذا فباب الحجب يعتبر من أهم الأبواب في الفرائض ويقول علماؤنا حرام على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض يعني مثلا عندنا جدة نقول ليس لها شيء لماذا؟ لوجود الأم عندنا ابن ابن نقول ليس له شيء لماذا؟ لوجود الابن عندنا أم فنقول لها السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث أم أخرى نقول لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة أم ثالثة نقول لها ثلث الباقي في المسألتين العمريتين أو الغراوائين وهكذا فهذا الباب ينبغي لنا أن ننتبه له يعني مر بنا بأن أصحاب الفروض أهل النصف خمسة وأهل الربع اثنان وأهل الثمن واحد وأهل الثلثين أربعة وأهل الثلث ثلاثة وأهل السدس سبعة لكن قد يأتي أحدهم ونقول ليس له شيء لماذا؟ لأنه قد حجب عنه أو وجد من يرث أكثر منه فالأخوات مثلا عندنا أهل الثلثين أربعة البنات وبنات العبن والأخوات الشقائق والأخوات لعب لو عندنا أربع أخوات ثنتين شقائق وثنتين لعب نقول الشقائق يريثنا والأخوات من الأب لا يريثنا فالأخوات من الأب لا يريثنا إلا إذا عدم الشقائق فنجد أن البنات أو البنت الأخت من الأب نعطيها النصف الأخت من الأب نعطيها النصف إذا عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق خمسة الأخت من الأب تأخذ النصف بخمسة شروط عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق والآن نقرأ في باب جديد وهو هناك أناس لهم فرض لكن يسقطون لأن عدد الفرض مروا بنا عددهم 21 يسقطوا لماذا؟ فيذكروا لنا ما يسقطهم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فأما البنات فلا هن الثلثان باب ما يسقط ذوي الحروب باب ما يسقط ذوي الفروب باب من يسقط من ذوي الفروب نعم هم أهل فرض ولكن يسقطون فيه من يسقطهم نعم تسقط بنات الإبن بالإبن الآن عندنا بنات عندنا رجل توفي وترك كان عنده ابنين واحد مات واحد باقي الباقي هذا نقول ابن اللي مات له بنات الذي مات له بنات بنات الذي مات يسقطنا بوجود عمهن تسقط بنات الإبن بالابن فمدام عندنا ابن فبنات الإبن لا يريثنا ومن شرط ميراث بنات الإبن عدم وجود البنات أو عدم وجود الأبناء نعم ويسقطنا باستكمال البنات الثلثين يعني إذا كان عندنا بنات وخذنا الثلثين بنت البنت بنت الإبن ما لا شيء أصلا بنت البنت ليست من الوارثين لكن بنت الإبن إذا استكمل البنات الثلثين سقطت وإذا كانت بنت واحدة نقول البنت لها النصف وبنت الإبن لها السودس ويقول الفقهاء لها السودس تكملت الثلثين لأن البنات يعخذنا الثلثين نعم إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر يعني بنت العبن بنت العبن إذا وجدت البنت فإنها لا ترث النصف وإنما إذا كانت واحدة أخذت السودس وإذا كان ابنتين له فبنات العبن لا يرثن شيئا إلا إذا كان مع بنات العبن ذكر فهو يعصيبهن فإذا كان عندنا شخص توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن نقول المسألة من ثلاثة البنات لهن الثلثين وبنت الابن وابن الابن لهم الباقي تعصيب للذكر مثل حظ العنثيين إذا كان عندنا بنت واحدة وأخذت النصف وفنقول لبنت الابن السودس وإذا كان معها أخوها فإنه يعصبها وهكذا نعم فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين يعني 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 بنت ابن وابن ابن نقول رؤوسهم ثلاثة رؤوسهم ثلاثة والباقي لهم للذكر مثل حظ العنثيين نعم وابن ابن الابن يعصب من في درجته ومن أعلى منه من عماته قاعد العبارة وابن ابن الابن نعم وابن ابن الابن يعصب من في درجته ابن الابن يعصب من في درجته سواء نخته ولا بنت عمه سواء نخته ولا بنت عمه يعني مثلا عندنا شخص شخص توفي اسمه محمد وعنده أولاد اثنين واحد علي وواحد خالد علي عنده ولد وخالد عنده بنت علي هذا يعصب ابنة عمه لأنهم درجة يعني ما أخوها وإنما ابن عمها واضح يا سيخ أبو فهد الآن عندنا شخص نقول اسمه سعد وتوفي سعد وله أولاد مثلا واحد اسمه عمر وواحد اسمه خالد عمر وخالد ماتوا لهم أولاد واحد من يعني من الجهة من الجهة واحدة بنات والثاني بنين الأولاد الذكور يعصبون البنات يعصبون بنات عمهم لأنهم في درجة واحدة والذي توفي هو جدهم جميعا واضح ومن أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فر ولا يعصب من أنزل منه من أنزل منه ما يعصبها لأنه يمنعها من الميراث وهي ما تستفيد شيء لكن إذا كانت هي ويوفي درجة واحدة كلهم يقولون جدنا هذه نقول فاطمة بنت عمر ابن محمد وهذا سعد ابن خالد ابن محمد وهكذا نعم وإذا كان أربع بنات أربع بنات أربع بنات ابن نعم بعضهن أنزل من بعض واحدة تقول جدي واحدة تقول جد أبوي واحدة تقول جد جدي ثلاث نعم أربع نعم سقطت الثالثة والرابعة لاستكمال من فوقهما الثلثين فإن كان من الرابعة أخوها وإذا كان أربع بنات أربع بنات ابن وإذا كان أربع بنات ابن بعضهن أنزل من بعض يعني مهم في درجة واحدة نعم سقطت الثالثة والرابعة يسقطن نعم الثالثة والرابعة لاستكمال لاستكمال من فوقهما الثلثين من فوقهما أخذوا الثلثين اللي أعلى هذه تقول مثلا جدي وهذه تقول أبو جدي واللي بعدهم أخذ الثلثين أخذوها الثلثين ذولي والباقي يعني يقول الباقي ما يستلمون شيء نعم فإن كان من الرابعة أخوها الرابعة مع أخوها نعم أو ابن عمها أو ابن عمها ما هو لازم أخوه ابن عم بس يكون في درجة واحدة فللأولى النصف وللثانية السدس تكملة الثلاثين وللبقية يرثون بالتعصيب وهذا بن عمم يعصبهم وللثانية السدس والباقي للثالثة والرابعة وأختها بينهم على أربعة وتصح من اثني عشر وتسقط الجدات من كل جهة بالأم عندنا الجدات كلنا ثلاث الجدات ثلاث أم أم وأم أب وأم أب أب الجدات التي يريثنا ثلاث أم الأم وأم الأبي وأم الأبي وأم أبي الأب الثلاث هذه يسقطنا كلنا بالأم إذا عندنا أم فأم الأم لا ترث وأم الأبي لا ترث وأم الجد لا ترث الجدات يسقطن بالأم نعم وعندنا قاعدة أيها الأحباب من أدل بواسطة حجبته تلك الواسطة ونستثني من ذلك الجدات لأن الجدة لأن نستثني من ذلك الإخوة من الأم لأنهم يرثون مع وجودها ولا ما لهم علاقة بل ميت علاقتهم إن أمهم ولا نسب ما في نسب فمن أدل بواسطة حجبته تلك الواسطة نعم لأنهن يرثن من جهتها لكونهن أمهات فيسقطن بها كما يسقط الجد بالأب شخص عنده أب وجد جاء الجد وقال نبي ميران نقول للأب موجود قال نعم نقول ما لك شيء ما دام الأب موجود فالجد لا يرث شيئا وإذا جاءت الجدة نقول الأم موجودة لقالت نعم نقول أنت لا ترثين شيئا وهكذا نعم فصل ويسقط ولد الأبوين بثلاثة ولد الأبوين من هو الشيخ علي ولد الأبوين الأخ الشقيق الأخ الشقيق هو ولد الأبوين الأخ الشقيق يسقط بثلاثة ويسقط ولد الأبوين بثلاثة من هم هؤلاء الثلاثة؟ نعم بالابن وابن الابن والأب عندنا الأخ الشقيق جاء قال أنا مات أخوي نقول هل للميت أب؟ لقال نعم نقول ما ترث هل للميت ابن؟ لقال نعم نقول ما ترث هل للميت ابن ابن؟ لا ترث فيسقط الولد الأبوين بثلاثة الابن وابن الابن والأب فهو لا يسقط شيئا نعم ويسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابن الابن والأب نعم لأن الله تعالى شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلم يجعل لها مسمى مع وجود الولد لأنه يقول عز وجل هلك وليس له ولد فمعنى إذا كان فيه ولد فالمسألة تتغير الأخت ما لها شيء لكن إذا ما في ولد فالأخت لها النصف نعم فلم يجعل لها مسمى مع الولد وإنما أخذت الفاضل عن البنات نعم أخذت الفاضل عن البنات ونسميها يا أبا فهد أخذت الفاضل عن البنات ونسميها عصبة أحسنت أحسنت يا أبا فهد ونسميها عصبة مع الغير فولد الأبا فولد الأبوين لا يرث مع ثلاثة لا يرث مع الأب ولا يرث مع الأب أصلا ولا يرث مع ابن الأب وإنما نجعلها عصبة مع الغير إذا كان عندنا بنات وأخت لأبوين فنقول البنات لهن الثلثين والأخت لأبوين لها الباقي تعصيب وليس فرضا فهي عصبة مع الغير نعم والإبن لا يفضل عنه شيء فسقطنا به وكذلك ابنه لأنه ابن ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به والإخوة كلهم يسقطون بالأب لأنهم عدلوا به طيب وش علاقك بالرجل هذا؟ كالعلاقة أخوي أبوي وأبوه واحد نقول مدام أدلت بالرجل هذا فلا ترثوا شيئا بينما الإخوة من الأم يرثون الإخوة من الأم الأب يحجبهم لكن ما لهم علاقة يعني نعطيهم بالفرض نعطيهم بالفرض الإخوة من الأم وأما الإخوة الأشقاء فإذا وجد الأب أو الإخوة من الأب إذا وجد الأب حاجبهم لأن عندنا قاعدة من أدل بواسطة حاجبته تلك الواسطة نقول ما العلاقة قالنا ويا أبوه واحد نقول إذن أبونا شخص واحد نقول الأب مدام موجود لا ترث نعم وكل من أدل بشخص سقط به إلا ولد الأم إلا ولد الأم يدلي بالأم ويارث والجدة جهة الأب الجدة هي أم الأب ترث مع وجود الأب إذا فقدت الأم وقلت عدة مرات يعني لما كنا في الصحن هناك يعني قلت مرة علي قضية في المحكمة في قضية إثبات وفاة حصر ميراث وجلس الأب ومعه زوجته والأولاد يعني إخوان الميت قال الرجل إن ابني فلان مات بكذا وكذا وانحصر إرثه في وفي والدته وفيه يعني وله جمع من الإخوة يقول الأب قلنا زين أمرنا الكاتب يكتب قلنا المسألة من ستة الأب له السدس الأب يعني الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة والباقي للأب لأن الميت ما تزوج ولا الأولاد ولا زوجها قلنا المسألة من ستة الأم ولها السدس لوجود جمع من الإخوة لولا الجامعة كان نقول الأم لها الثلث لكن موجود جمع من الإخوة والأب له الباقي الخمسة الشباب اللي جاينا أخوتهم جالسين على يمين قالوا طيب وحنة قلت انتم ما لكم شيء قالوا لا ما يسير لازم حنة أخوانه قلنا ليس لكم من الميراث شيء قالوا طيب إذا ما لنا شيء ليس سجلونا في السك ما الفائدة من تسجيلنا لماذا كتبت قلنا أنتم استفاد منكم والأب حيث زحزحتم الأم من الثلث إلى الثلث لو لا وجودكم سنقول المسألة من ثلاثة المسألة من ثلاثة الأم لها واحد والأب له الباقي لكن وجودكم قلنا الأم لها الثلث لوجود جمع من الإخوة وأنتم والباقي للأب وإذا أراد الأب يعطيكم منحة واللي يتفضل عليكم بشيء فأنتم تستهلون وهو رجل كريم أما كونه فر ليس لكم من الميراث شيء نعم ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة يعني ويسقط ولد الأب بالأب وبالابن وبابن العبن هؤلاء الثلاثة اللي مره يسقط ولد الأبوين يسقط ولد الأبوين بثلاثة الأب والابن والأب والابن وأبن العبن وولد الأب يعني بدل ما يكون شقيق من أم وأب أصبح من الأب فقط نعم وبالأخ من الأبوين لما روي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات دون بني العلات الإخوة من الأب نعم الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه نعم أخرجه الترمذي نعم وتسقط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين الأخوات من الأب إذا عندنا أخوات شقيقات قلنا لهن الثلثين قالوا عنده أربع أخوات ثنتين شقيقات وثنتين من الأب نقول الشقيقات لهن الثلثين والتي من الأب يسقطنا ليس لهن شيء إلا إذا كان معهن أخ من الأب فهو يعصبهن فنقول المسألة من ثلاثة الأخوات من الأبوين لهن الثلثين والباقي للأخوات من الأب مع أخيهن للذكر مثل حظ العنثيين نعم إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كبنات الإبن مع البنات كبنات الإبن مع البنات شيخ عبد الله وش معنى العبارة يا بني كبنات الإبن مع البنات إذا وجد عندنا بنات إبن وبنات إذا وجد عندنا بنات وبنات إبن نقول البنات لهن الثلثين وبنات الأب يسقطنا وبنات الإبن يسقطنا إلا إذا كان معهن أخوهن فهو يعصبهن ويكون لهن الباقي تعصيب للذكر مثل حظ العنثيين كذا يا مهندس واضح المسألة نعم فصل ويسقط ولد الأم بأربعة ولد الأم يعني الأخ من الأم بأربعة نعم بالولد ذكر ذكر أو أنثى يعني إذا ميت عنده مات رجل وعنده بنت أو بنت ابن أو ابن أو ابن ابن وله أخ من الأم نقول لا يريثوا لوجود الإبن نعم لا يريث الأخ من الأم لوجود الإبن نعم وولد الإبن نعم والأب والجد لأن الله تعالى لا الأصل ولا الفرع ولد الأم لا يريث مع وجود الأصل ولا مع وجود الفرع الذكور يعني نعم لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون المورث كلالة يعني ليس له أحد بقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني أخ من الأم أو أخت من الأم فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر فلهم الثلث والكلالة من لا ولد له ولا والد في قول بعض أهل العلم وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدى الولد والوالد من الوراث فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد ولا والد فصل ومن لم يرث لمعنى يعني فيه مانع فوجوده كعدمه قالوا هلك فلان عن ابن وابن ابن ابن عم بالجد العشرين نقول المال للابن العم قالوا هلك فلان عن ابن وبيت المال نقول المال لبيت المال وهذا الابن لا يرث شيئا لماذا؟ لأن به مانع ومن به مانع فوجوده كعدمه والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته وبينا معنى هذا التعريف هو ما يلزم من وجوده يعني وجود المانع عدم الإرث ولا يلزم من وجوده من عدمه وجود الإرث ومن لم يرث لي معنى فيه وهو الرقيق والرقيق ما هو الرقيق وش عرفنا الرقيق يا شيخ عثمان الرقيق ما هو الرقيق أحسن يقول الشيخ عثمان عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر والآن ما عندنا هنا أريقة وإنما مسألة علمية يعرفها الإنسان وإلا الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأريقة وقالت من يدعي شخصا يثبت أنه يملكه بأصول شرعية ويأخذ ثمنه والناس أحرار فيقول هنا من لم يرث لمعنى لكونه رقيق أو لكونه قاتل أو لكونه على غير دين الإسلام فوجوده كعدمه إنسان نسى الله السلام له عبن سافر واعتنق ديانة غير الإسلام ومات الرجل نقول هذا الذي اعتنق ديانة غير الإسلام فإنه لا يحسب له من الميراث شيء ويقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علال ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشكك اليقين أي قتل هذا؟ نقول القتل هو الذي القتل الذي يمنع من الميراث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا أنا بعيد مرة ثانية القتل الذي يمنع من الميراث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا فإذا كان القتل لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة فإنه لا يمنع من الميراث ومثلت لذلك عدة مرات في الروض المربع وفي المنتهى وفي كتبنا السابقة قلت إن شخص اعتدى على آخر وقتله فذهبوا للمحكمة وأقر بأنه قتله متعمدا فحكموا وطالب أولياء الدم بالقصاص فحكموا على القاتل بالقصاص انتهت القضية رفعت إلى محكمة الاستيناف الاستيناف القضاة قرأوا السكوك وقرأوا الأوراق وصادقوا عليها رفعت إلى المجلس العلا للقضاء أو المحكمة العليا وقرأوها وصدقوا على الحكم رفع لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله قال يطبق ما تقرر شرعا فقالوا يوم الثلاثة إن شاء الله سيطبق حكم القصاص في فلان لكونه يقاتل فلان هذا الولد يشتغل مثلا نقول يشتغل في الأمن أو عسكري أو كذا فرأى الناس اللي ينفذ القصاص وجاي بروح ينفذ العملية حصل له حادث ولا سيارة بنشرات ولا كذا ولا كذا ولم يتمكن من الذهاب للموعد اجتمع الناس لعجل تنفيذ القصاص الأوراق متكاملة والإجراءات كلها مستوفية ولا غبار عليها ولا معخل فكان واحد ينظر قال ماذا تعملون قاله ننتظر تنفيذ القصاص وهو يشتغل طيب وين اللي ينفذ قاله ولين ينفذ ما جاء أو مرض أو صار له ظروف أو كذا أو كذا لاحظ الأوراق مكتملة من المحكمة الابتدائية ومن المحكمة من الاستعناف ومن المحكمة العليا ومن التوجيه للمقام السامي الكريم ومن قال خلاص أنا نفذ وإن كان أبوه أو أخوه جاء ونفذ فهل نقول لكونه نفذ لا يرث لا هذا ما يمنع لأنه نفذ حكما شرعيا فالقصاص الذي يمنع فالقتل الذي يمنع من الميراث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا وما لا فلا إذا كان ما يمنع من هذا الأشياء فلا يمنع من الميراث نعم والقاتل والمخالف في الدين لم يحجب غيره لأنه ليس بوارث فلم يحجب كالأجنبي لعلنا نكتفي بهذا على أن نقرأ الأصول إن شاء الله أصول السهام في درسنا في يوم غد ونتناقش الآن فيما لدينا من أسئلة ترجمة نانسي قنقر